منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على لبنان كان الاستهداف للحاضنة الشعبية ومعقل حزب الله ضحية بيروت الجنوبية التي سنقترب قليلا منها في الأصل ليست الضحية تجمعا سكانيا هامشيا على مدخل بيروت الجنوبي وليس هذا اسمها في سجلات المدن والبلدات اللبنانية هي مجموعة من البلدات والبساتين والسواقي لها أسماء وكيانات وسياقات اجتماعية خاصة تنتمي جغرافيا إلى منطقة ساحل المتن الجنوبي وتتبع إداريا لقضائب عبدها أخذت تكتسب هذا الاسم أو هذه الصورة مع بداية تحولها منتصف السبعينيات إلى ملجأ للهاربين من الحرب الأهلية وتقسيم بيروت إلى شرقية وغربية ونزوح أهل الجنوب بفعل الحروب الإسرائيلية وأهل البقاء بحثا عن رزق أوفر قبل أن تصبح الضاحية عاصمة الشيعة في لبنان وتصبح ثقلهم الديمغرافي وقاعدتهم الأيدولوجية وسياسية كانت تحتضن تجمعا طائفيا متنوعا وعيشا مشتركا وتعددية سياسية في بداية عقد الثمانينات سيطرت حركة أمل على الضاحية وفي نهايته سيطر حزب الله بعد معارك دامية بينهما أطلق عليها اسم حرب الأخوة المشهد الحالي في الضاحية مرعب في الوقت ذاته الشوارع خالية ليس فيها حياة بعضها مغلق بسبب الردم والأبنية المتساقطة وبعضها الآخر ينتظر دوره في بنك الأهداف الإسرائيلية من مدخلها لجهة مخيم برج البراجين للفلسطينيين وصولا إلى حارة حريك حيث اغتيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لا يمكن العبور لأن أمن الحزب ضرب طوقا أمنيا حول المكان أولا وثانيا لوجود حفرة عميقة في المكان وخوفا من انهيار المباني جراء الغارات العنيفة على مسافة غير بعيدة من هذا المدخل يمكن لمن يملك الشجاعة أن يدخل من جهة مبنى المجلس الشيعي فتقوده الطريق يمينا باتجاه المبنى الذي قتل فيه القيادي في ما يسمى المجلس الجهادي فؤاد شكر أو شمالا باتجاه الغبيري ليصل إلى المكان الذي استهدف فيه القيادي الآخر إبراهيم قبيسي وإذا تجرأ أكثر وقرر التوغل في العمق سيصل إلى الرويس وبئر العبد والحي الأبيض والجاموس وحي الأمريكان حيث سيجد تلالا من الركام في وسطها حفر عميقة وبيوت صارت أثرا بعد عين المشهد ذاته يتكرر من جهة حي معوض والشياح حيث اغتالت الصواريخ الإسرائيلية مسؤول الأمن الوقائي الشيخ نبيل قاوق بإسقاط مبنى سكني فوق رؤوس قاطنيه كذلك من جهة السان تيريز وبلدات الحدث والشويفات والعمروسية نزولا باتجاه حي السلم والجامعة اللبنانية لا شيء سوى الدمار والخراب وبالمقارنة بين ما جرى في حرب 2006 وما يحدث الآن فأن هذه المرة التدمير ممنهج وأكثر تركيزا والصواريخ أكثر ذكاء وقدرة على الفتك والاعتداء والتدمير ترجمة نانسي قنقر